تثيقى رئيس المدير العام لشباكة او ان تي في واحد مؤسسي او ان تي في في مصر مرحبا بك سي تارق مرحبا سي تارق بن عمار المنتج ورجل اعمال التونسي لاخبار خرج البارح تارق بن عمار يشري شباكة اون تي في التلفزية المصرية اللي كانت على ملك الملياردير نجيب سواريس الثمن غير معلوم لكن مبروك قبل كل شيء سي تارق هذه سابقة في العادة دول الخليج هي اللي تشري للتلفزات والشباكات لو كانت تعطينا بعض التفاصيل سي تارق بن عمار علش هالخيار علش اون تي في وعلش مصر اولا مصر خطر شكون منها وبلا ذلك انا منتو السينما ما حلمش بالافلام المصريين الموزيكا مصرية الشعب المصري الكبير ووقت لي جاتني الفرصة معان صديقي نجيب سواريس اللي ارقيت حل بش يكون مغربي تونسي يروح للمصر واحنا المنطقة العربية بلاش مصر ماهيش منطقة عربية هي اكبر بلاد اكبر شعب وبلا خص سيلياس في الثورة بتاع تونس ومصر هو تونس ومخرز ومصر اللي بدات يعني التحكير متاع العلام والحويرية العلام والثورة وسياسة وديموقراتية ووقتي جاتني الفرصة بعد ما عملنا نسمة وشفتنا دور نسمة وانا ديما نطبع في وين تيفي عندي طوى ثلاثة سنوات نطبع فيها نشوف الموقف الحرية متاع الصحفين متاع البنات ومتاع عجال هما خمسمائة وولد اولى تلفزة مصرية لا خليجية لا اوروبية لا امريكانية اللي اخذت موقف حتى وقتي كان مبارك وطوى يعني موقف الحرية للعلام بش يعطي صورة الشباب المصري وكذلك للشباب التونسي والمغربي ووقتي اختر سي نجيب سويري سيحتي صحة ونشكره اخترتون سي يقدرني من الزمام شاف الفلام بتاعي يعرف اللي قيمتي يعني انقدر الحرية للعلام وشاف كيفاش وانت تعرف هذا الياش عمري ما كلمت نسمة ولا صحافي في نسمة ولا خليت موقف سياسي بش نسمة تاخد طريق خليت شريكي وصديقي مدير العلام مدير القناطر النبي الخروي هو ومعاكم انتم صحافين تعملوا شغل متاعكم بش حتى حد من يجمي يقولكم حتى كان يكون مشارك كما انا مشارك في نسمة هذه هي كذلك سياسة نجيب سويريس ووقتي فهم اللي سياسته هي سياستي في الحرية القناطر اختر اللي انا النجم نكون السيد اللي هنيه اللي الخمسمائة عمال وصحفين تساء ورجال شباب اللي كونوا صورة او ان تي في هو مزوز قناطر من ننساوش البارح مثلا او ان تي في لايف اعطات اخبار في العالم الاجمع عربي حتى الخمسة متاع الصبح اللي قاعد يسير كما احنا نسمى وقت ثورة تونس اختر اللي انا نجم نهني الصديق البر شفيق اللي هو كونها هو كونها من لول مع نجيب سويريس هو اللي مسهول على صورة والحرية ويقدر يعني شعب مصري قاعد يستنى منه فضل اليوم او ان تي في معروفة وتعرف نفسها على اساس انها قناة قناة مصرية مستقلة سياسيا ذا الطبع ليبرالي اسماء كبيرة يوسري فودا ريم ماجد اتوان سيعرفوا البرنامج من عد بسام يوسف هل باش يتغير الخط التحريري انتع شبكة او ان تي في بعد مشريته سي تارق وإلا له مستحيل باش يتغير هذه هي الكلمة اللي تفهمنا معنا جيب سويريس ومقبلوني البير شفيق مديرش قناة ومقبلوني انا خطر يعرفوا التاريخ متاعي خمسة وثلاثين سنوات وشافوا مدام كي يشارك مع نبيل خروي وماديا سات في نسمة شنوه الموقف اللي خذيتو ووقت بن علي وبعد بن علي انتو ما تعرفوا هذا لكل تاريخ واحنا من نمثله حتى حزب سياسي احنا نسمع على ظمة السياسين الكل والشعب التونسي الكل وكذلك هذا هو الموقف متاع او ان تي في هما على ظمة الشعب المصري بش يعطيه الاعلام وخلي الشعب المصري يقرر وحده في الانتخابات اما نقولوا الحق مناش في يد لا بوانكا لا سياسة لا حزب لا عنا برنامج سياسي وتعرفوا هذا موقف متاعي في تونس بلاد متاعنا مفتوحة ومصر توقع تتعطي في الدرس للعالم وللشباب احنا الكلنا نشوفه كان مصر تنجح لما العربية الكل هتنجح هلو هتنرجعوا شوية لتونس سي تارق نسمع على غرار بعض القنوات الاخرى في تونس عرفت بعض الصعوبات اليوم شنو تأثير هني تونس البلادي نكمل لك السؤال سي تارق اليوم شنو تأثير شراء شبكة او ان تي في مصر من عن تارق بن عمار على قناة نسمع في تونس انا اولا نحب ان هني الاولاد والبنات اللي تبعونا طوال ثلاثة سنوات في ظروف صعاب في نسمع نشكرهم في بارشة صعوبات بارشة منهم بيتوا في نسمع وقت الثورة من يجنش يروحوا للبيتهم لديارهم هذه قوتي في مصر مش معناها نسمع معاتش في قلبي لا نسمع زادت قوات مدام شريكها واحد من شريكها طارق بن عمار باش يكون علاقة مع نسمع ووان تي في و سيالبير شفيقي ناس من فصالك خيري كيفاش باش نخب مجميع السينيرجي بالصحفين من تونس والصحفين من مصر باش نكونوا عائلة وحدة وقلي تشوفوا قوة ميردوك في العالم وقوة الامريكان في العالم عندهم اربع خمسة ستة قوانات كل واحد في بلاد كل واحد يعاون اخوه احنا هذه هي برنامجي نسمع هي اللي علمتني هي اللي اعطاتني الفرصة نسمع هي اللي اعطاتني الحب باش ندخل في القناة رأنا من لول تعرفوني منتج مانيش متعاراج للقناة النسمع قنوات هذه عجبتني القنوات وعلى هذا احنا طوى باش نزيد نتخواه وعطيت انتو ما انتعرفوا ولي باش نعملوا نسمع في فرنسا ان شاء الله ونسمع في مغرب ان شاء الله اسم نسمع ولاد عالمي يعني الناس كل يعرفوها كيما يعرفوا او ان تي في نحب العائلة نسمع وعائلة او ان تي في فر عائلة نحب نهنيكم انتو ما سعر وخيان يجيوا من مصر تونس ومن تونس يمشوا للمصر باش نعملوا استراتيجية جميع باش نبديوا واحنا قوة وتعرف مش لازم ديما نتفرجوا في فرنس دو ولا تيفا ولا سيانان ولا الجزيرة ولا الاخرين احنا طوى عنا رجال انساء من تونس من المغرب العربي الكبير ومن المصر اللي ظهروا رواحهم اللي قوة القناتر وقوة الحرية العلامة والموقف في الظروف صعاب سياسي في التغيير سياسي مغربي ومصري هذا وقته وانا قلت الروح كان مش توى نمشي في مصر ووقت لاش باش نمشي برشا الناس قولوا ليش بيك مهبول قاعد قاعد صورة ثانية لا مصر انا عندي ثقة فيها كي ما عندي ثقة في شعب امتاعي بفرد شعوب شباب وان شاء الله هذا يكون المستقبل متاع نسمة ومتاع وان تيفي بايه سيتارة كلمتين على نسمة فرنسا هالمشروع هذي نسمة فخاص اللي قاعد نسمو عليه في كلام في بعض في بعض وسائل الإعلام الأجنبية وينوصل للمشروع هذي نسمة فرنسا مع نبيل خروي اللي كان معنا في باريس عنده يومين قاعدين نحذروا في البزنس بلان معناها ليش كون باش نكلموا شنو ما البرنامج في رأي نحن ان شاء الله قبل الانتخابات نتاع تونس وعلى كل حال قبل الرمضان نسمة فرنسا تكون واحنا ان شاء الله البرس كونفرنس سكون في مارس ان شاء الله اللي نسمة فرنس ارقاط السوق متاحها طبعا عام نخدم مع نبيل خروي على الموضوع مايش حاجة جديدة علمتكم خرجت في الجرائد عملتش بريس كونفرنس وقتي خرجت في الجرائد قلت هذا هي برنامجة فما سبع مليونين مسلمين في فرنسا اوباما مربح الانتخابات في امريكا كان بالامريكان لاتينو يتكلموا بالسبانيول ما فما حتى رئيس دولة والانتخابات سياسية في فرنسا ان شاء الله في الخمسة السنوات جايين بلاش الانتخابات متاع الفرنسوين عندهم جنسية فرنسوية اما في قلبهم الدين متاحهم الاسلام ولا مغربيين جزايدين ولا توانسا لازم يكونوا عندهم كلمة وعندهم صورة وعندهم الوزن متاحهم في المستقبل الفرنسا وين قاعدين يعيشوا وفي رأيينا وقت لي عندك مغرب العربي تسعين مليون وفرنسا سبع مليون ومصر تسعين مليون هذو مئتين مليون ناس يتكرموا فرد لغة فرد ثقافة فرد موزيكا فرد فلام وفرد حرية مدام احنا قاعدين نعطيه واحنا مصر وطونس قاعدة تعطي في درس حتى في الخارج اشنية الحرية وديمقراطية اللي ان شاء الله قاعدة تتبني في تونس وفي مصر بحذك الاستاذ البيغ شفيق رئيس مدير عام شبكة اون تي في واحد مؤسسيها اللي بش نسألوا سؤال كانت تسمح ستارق بحذك اذا استاذ البيغ شفيق مرحبا بك خبال كل شي اهلا بك اهلا مرحبتين استاذ البيغ شفيق كيف تقبل الخبر اهل اون تي في والمصريين بشكل عام اذا كان تسمع الخبر في مصر الخبر استقبل استقبال كان يمكن في الاول مش عارفين كثير عن استاذ طارق في مصر خصوصا الميديا المصرية لكن لما ابتدوا يشوفوا انه استاذ طارق لي قيمة كبيرة في الانتاج الفني والقنوات التلفزيونية والاعلام بشكل عام وانتو كمان كقناة نسمة وانتو معروفين وعموما انتو السابقين في كل حاجة خلي بالك تونس السابقين في كل شيء من اول السورة وبعد كده احنا اللاحقين فبنحاول نلحقك دايما فالناس استقبلت وعرفت ده كويس جدا بقد ايه قيمة استاذ طارق وانه استاذ طارق اهم حاجة انه بيؤمن بحرية التعبير وحرية الفكر وحرية الرأي وده اللي احنا عمالين نحارب عنه كشعوب يعني احنا طول الوقت اللي فات بنقول احنا عايزين نثبت باعلامنا انه اعلام حر اعلام يصل الى كل المواطن المشاهدين والمواطن العربي لا يؤثر في اموال ايا كان مصدر الاموال استاذ طارق اجندته الوحيدة انه يكون في حرية في العالم العربي انه يكون في حرية التعبير وثقافة وفكر وانه العالم العربي هو بوتقة وحدة للثقافة العربية المشتركة من خلال من اول افلام الاربعينات اللي انتجت في مصر والخمسينات والاخر وصولا لاموكلسوم والفن العربي الكبير لكل فنانين العالم العربي لم يتحدوا لم يقدموا اعلام واحد احنا جاي الوقت اعتقد اللي نقدم فيه اعلام واحد من خلال الناس اللي بتؤمن بهذه العملية وانا اعتقد مليون في المية لولا ايمان الاستاذ طارق بفكرة انه الوطن العربي مش هيتلم غير بالاعلام انا كنت بقول دايما انه القوة المهمة جدا النعمة لمصر هو كان فنانيها والاغاني انا بأكد انه النهاردة القوة النعمة لمصر هي من خلال ناس بتؤمن بحريات وناس بتؤمن بانه الاعلام والحريات والفن حاجة واحدة هيجوا مع بعض بس لازم تسابورت لازم حد يعتني بيها ويقويها ويقدمها للمواطن العربي عشان نرجع اللي نقوة عربية واحدة سيد البر شفيق الاوضاع صعيبة في مصر الاوضاع الروهة على كل التلفزات العربية الاخبارية وغيرها نتمنى والحظ السعيد لشعبنا الشقيق والكريم والحبيب في مصر لكن كيف كيف تتعامل شبكة اون تي في مع الاحداث الانية في مصر وما هي السيناريوات التي ينظر اليها الان البر شفيق كاحد مدري وسيلة اعلام في مصر اعتقد انه بنشوف الاحداث اللي بتحصل من الزاوية المهنية البحثة يعني احنا بنحاول نقدي لدور المهني بتاعنا هذا هو ونشوف الشعب يحتاج محتاج ايه الشارع بيقول ايه احنا اللي بننقله زي ما وسستر قال احنا لغاية خمسة صباحا امبارح بننقل الاحداث يمكن كلكم شفتوها اللي بتحصل عند قصر الرئاسة للأسف الشديد كتير من المصريين ماتوا امبارح عدد كبير من الضحايا عدد اكبر من المصابين عدينا رقم بين المصابين النهاردة احنا لازم نشوف ده بنقدم ده للشعب المصري فالشعب المصري اللي هو صاحب الكلمة والاخيرة والشارع هو صاحب الكلمة واحنا لازم ننقل اللي بيحصل في الشارع المصري بمهنية بحرافية بحيادية وبفكر حر واعي مسؤول يعني ايه فكر حر واعي مسؤول لانه دي مهمة جدا الفكر الحر انه لا يكون عندنا اي تأثير خارجي او حتى داخلي على ثقافة المصريين احنا مشكلتنا انه ناس كتير بتحاول تمحو الايدنتي بتمحو الثقافة الهوية المصرية وانا اعتقد انه لا احد يسمح لا اي شخص من اللي محو ثقافة المصريين لانه محو ثقافة المصريين هي الثقافة المصرية العربية المهمة اللي الشعب بيحاول يحافظ عليها فانا اعتقد انه مع دور الوعي انه ثقافة دي تفضل موجودة مع المهنية نقدر نعمل اعلام حر واعي في مصر وبمساعدتك ومساعدة الشعب التنسي اللي بنحبه كتير لانه هو سبب ثورتنا وهو نفجر الثورة عندنا انا اعتقد لولا الثورة في تونس يمكن ما كناش قمنا بسرعة بالثورة في مصر يمكن كانت اخرت لكن تونس كانت الشرارة وتحية كبيرة قوي للشعب التنسي المحترم الصامد اللي لسه بغاية النهاردة بيحاول الحفاظ على هويته كمان اكتر وتحية كبيرة ليكم شكرا لكم وان شاء الله يكون فيه تعاون كبير بينكم شكرا لياس ويسي تارك تفضل سمحني لياس هذو مكلام هايليين اللي سمعناهم واحنا باش نتعلموا عند الباغ شفيق وجماعته وقناتر وهم باش يتعلموا من احنا هذه هي قوتنا اللي مصر وتونس طوى في زوز قناتان ونبيل خروي باش يجي معايا في مصر يدخل في مجلس دارة معايا باش نفهموا باش قاعدين يعملوا هوما وكذلك البار باش يجي معانا لتونس ومرحبا بيه زادة باش ندخلوا معانا في المجلس دارة نسمة باش نوليه عائلة كل واحد يعاون خوه وحتى واحد من يتعب لاخر باش نسمة تنجح في تونس وزيد تقوى وون تي في تنجح وزيد تقوى ونعملوا قناة ثاني مع البار انترتينمنت شانل قال هو في الفلام المصريين الفلام التوينس الفلام المغربين المسلسلات باش علاش توقع دي نحن نتفرجوا كان في المسلسلات مثلا معا تركيا هم هيلين اهلا وسهلا مرحبا بيهم اما مصر وطونس ومغرب وزاير وانا كي يمنتج نجم اقول لك الممثلين اللي فاما في مصر والمخرجين والمنطنيج وتونس النجم ونخدموا الناس هدوم الكل في ستوديوات متعنا في تونس مع نسمة في ستوديوات في مصر باش الشباب متعنا عندها سوق احنا مدام نعطيه خدمة والاقتصاد متعنا ثقافي اقتصاد ثقافي والتلف زي هي الكل هي اللي تعدي الافلام وهي على هذا انا حاشتي بنتو ما زاد الياس انتو ما الولداء الكل نمشيوا نتفرجوا كيفاش قاعدين يخدموا نتعلموا من عندهم ووحنا كذلك نوريهم كيفاش قاعدين نخدموا باش نبدا ومعاش عاشتنا بلا جانب ديما العرب عنده مشكل بارا جيب فرنسوي بارا جيب أمريكاني بارا جيب حد من الخارج لا احنا طوى ظهرنا للعالم اللي نجموا نعملوا هذا وانا نجحت كي منتج في العالم مجمع باش نجم نرجع البلادي باش نعمل نعمل انتاج ثقافة متاعنا والقسات متاعنا والمخرجين متاعنا والممثلين متاعنا هذا هو السورة اللي عندي في خلبي وفي موقعي طوى من الزمان جاتني الفرصة نجيب سويرس يعطي صحة خذها موقف وقالباق كون القناتر هذه اخترني أنا يعطي صحة وحتى كان ما عنديش امكانيات بتاع الخليج الخليج كانت نجم تخلص له اكثر من الفلوس من علش اختر اللي طارق بن عمار فلوسه ممكن انظف في قلبه مش خطر خليش معه نظاف ومع أخويان وننخدم معهم اما شاف روحه نفهم وبعضنا فرض لغة خلي المرة هذه نعطيه فرصة للبلدان اللي ما عندهمش الجاز لا تونس عند الجاز لا مصر عند الجاز اما عندها الشعب والشعب هذا مصري وتونسي ظهر العالم اللي الغرنية معنا اللي واحد يبدأ غنيه وقت لعنده قلبه نظيف ويحب يكون بالشعب ويرقى اقتصاد وحرية وديمقراطية ان شاء الله هذه هي اول نبنيه الدار جديدة ووقت لنعمله قناتر في فرنسا وقناتر في تزاير وقناتر في المغرب هذا الكل طول وانتو ما تعرفوني وطوى استعرفت مع البار وجماعته وان شاء الله في اخر بوقت شنو البرنامج بش نعمله انا بس كنت عايز اقول كلمة اخيرة كلمة قالها الشعب التونسي قبل كده وانا اعتقد زي ما بقولك انه مهم انه في الوقت الحالي انه نتلم على بعض نعمل فن واحد نعمل ثقافة واحدة تطلع للشارع العربي وتطلع كفانا اعلام مع احترامي لكل الاعلام الخليجي ولكن كفانا اعلام دخيل بثقافات ما كانتش موجودة عندنا النهاردة احنا محتاجين نتلم اذا الشعب اراد يوم الحياة فلا يبد ان يستجيب القدر انا اعتقد انه المرحلة دي هي مرحلة القدر انه نطلع للعالم العربي فن عربي راقي واعي من خلال قنواتنا باذن الله شكرا تارق بن عمار شكرا البر شفيق مباشرة من ميلانو كان الربط مباشر عبر الاقمار الصناعية